السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحاجات المهمة جدنا في المدينة الزكية التخلص من النفايات أو إدارة النفايات بشكل زكي بشكل متقدم لأن معنموه السكان الحضري وثقافة الاستلاك والمستهلك بشكل مستمر تزداد إنتاج النفايات لنظام إدارة النفايات المتقدم يكون فيه مستشعرات الإنترنت سينسور إنترنت الأشياء لكي نرائب عملية تخلص من النفايات بدقة ونفطر السكان باستهلاكهم ونشجحهم بالمكافئات المالية هذا يمكن أن يحدث فيه صندوق الكمامة الموجود في الشارع لا يفتح غير بكارت معين خاصة بالسكان وإذا كانت زجاجات مياه فارغة في المكان المخطص يأخذ نقط وإذا كانت زبالة معينة تقوم بفرز الكمامة لأنه يدفع السيارات التي تأخذ الكمامة ويكون هناك أكشات لإعادة تدوير النفايات لأنه يدفع لأنه يدفع لأنه يدفع بمجرد أنه يدفع الكمامة سهل إعادة تدويرها ثم تقوم بفرز الكمامة لأنه يوجد إعادة تدوير للذكاة السماعي لتحدث بذكاة نوعية المواد أثناء فصل النفايات فهذا يزود الإنتاجية ونقلل التدخل الإنسان لأنه يمكن أن تسبب أمراض فهذا يقلل الأثار البيئية لأنشطة الإقصادية وفي بعض التطبيقات والبرامج يتوصف نظام مكافأة لتخلص من النفايات مثل الشركة هذه شركة اسمها باند كالوب نعمل نظام AI سمارت تراش بلاتفورم الشركة موجودة في الولايات المتحدة يتطور نظام بإقامة على كلاود موذكاة الصناعية لعادة تدوير النفايات وينظم النفايات ويفاككها ويبعثها لشركات المصنعة لعادة استخدامها وهي عندها سنديق نفايات وفيها تقنية الفرز التلقائي وحصل على بلات اختراع وتحل الصور والرموز الشرطية والكود وتفصل النفايات وفيه مكاس ويساعد وتحدد الموقع غرافل لتحويل التوريد والتصنيع وهكذا هناك شركة ثانية الشركة تعمل عادة تدوير للمنتجات تذكرتها ودكرة وتحكم في دخول المواد الغير مطرف فيها وفحص مصوى المل باستخدام جسل السشعار باستخدام جسل السشعار كم كيلو بحيث ان احنا نقلل السهلاك وانا بيتني بنسبة الزجاج ونسبة البرق ونسبة المكسيد هكذا فهذه تكنولوجيات وده شركات خاصة ويستعمل مع الحكومة بحيث انها توفر التكنيات لتحكم في الكنياء ترجمة نانسي قنقر